تمكنت عناصر الأمن بولاية وغران من حدز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من مختلف الأنواع وتم توقيف مسبوك قضائيا يبلغ للعمر الثلاثين سنة وأصفرت عملية تفتيش منزلها عن ضبط 1240 قرصا مهلوسا إلى جانب مبلغ ملي يقدر ب19 مليون سنتيم يعتبر من عائدات المتاجرة بالسموم وفي عملية ثانية تمكنت ذات المصالح من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات أين تم حدز 590 قرصا وتوقيف ثلاث أشخاص التفاصيل في ميكروفون كريمة سواك القضية الأولى عالجتها كل من المصالح الأمن الحاضر السابع عشر أن تمكنت من إيقاع بمجرم خاطير يبلغ من عمر 30 سنة يقوم بترويج المؤثرة العقلية في أوساط الشباب استغلال هذه المعلومات وبموجب إذن بالتفتيش الصادر من السيد وكل الجمهورية لدى محكمة أهرام تم تفتيش مسكنها أن كانت نتيجة إيجابية حيث تم حز ما يقارب 1240 قرص هلويس من مختلف الأنواع وحز 19 مليون من عائدات الترويج تمكنت خلالها من توقيف شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالسموم وتوقيف ثلاث أشخاص على متى المركبة بعد إخداعها لعمل التفتيش الدقيق كانت نتيجة إيجابية أن تم حز 590 قرص هلويس من مختلف الأنواع في قضية نوعية أخرى علجتها فرقة مكافأة سرقة المركبات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أن تم كانت على جنح سرعة من استرجاع مركبة مصروقة من أحد المويلات المجاورة وتوقيف ثلاث أشخاص ضالعين ترجمة نانسي قنقر